لا استطيع التنفس كررها ثلاثا بهذه العبارة فارغ الصحفي جمال خاشغجي الحياة بحسب مصدر مطلع على التحقيقات صرح بها لشبكة CNN الأمريكية فإن الحوار بين الضحية والجلاد دار فور دخول جمال قنصرية بلاده في اسطنبول التسجيلات أشارت أن ماهر عبدالعزيز المطرب وهو دبلوماسي سعودي سابق وضابط بالاستخبارات قال للضحية مستهجنا سوف تعود فرد عليه خاشغجي لا يمكنك فعل ذلك هناك أشخاص ينتظرونني بالخارج تلاها هجوم عدة أشخاص تخلى له صراخ وصراخ فلهاث تبع عملية العراك هذه بحسب التسجيلات صوت المنشار الذي استخدم لتقطيع جتة خاشغجي وللحفاظ على شعور الجنات المرهف فإن الجنات نصح بالاستماع للموسيقى كما أنهم أجروا عدة اتصالات هاتفية للابلاغ بتطورات العملية في إحداها قال عنصر الفريق لمحدثه أخبرهم أن كل شيء انتهى تعتقد أنقرة أن الاتصالة جرت مع مسؤولين رفيعي المستوى في الرياض لإفادتهم بسرايا العملية خطوة بخطوة الجانب السعودي نفى الاتصالات إلا أنه لم يعلق على تفاصيل تقطيع جسد الرجل الإعلام الأميركي يزداد اهتماما بقصة مقتل خاشغجي ويرصد تبعاتها في هذه المقابلة مع سيناتور الجمهوري لينتي جرام التي أجرها مع شبكة فوكس نيوز يقول السيناتور إنه ليس هناك شك لدى أي سيناتور حضر إحاطة مديرة الاستخبارات جيناي هاسبل بتورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل خاشغجي هي أكثر إحاطة إلماما طلقيتها خلال فترة وجودي في الكونغرس محمد بن سلمان ركز على خاشغجي منذ نحو عامين الشخص المسؤول عن تنفيذ العملية هو الذراع اليمنى لبن سلمان ليس هناك شك لدى أي سيناتور حضر تلك الإحاطة بتورط بن سلمان في قتل السيد خاشغجي الإفادة التي يتحدث عنها جرهام كانت مديرة الاستخبارات قد تقدمت بها يوم الثلاثة الماضي بعد اجتماعات مغلقة مع عضاء لجنتي العلاقات الخارجية والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ يومها شكك الرئيس دونالد ترامب في تقرير الاستخبارات الذي خلصا إلى أن قتل خاشغجي كان بأمر مباشر من بن سلمان وتعهد بأن يظل شريكا راسخا للسعودي